بعد انخفاض ملحوظ يوم أمس عادت حصيرة كورونا في الأردن إلى الارتفاع مع بقائها ضمن معادلاتها للأسابيع الأخيرة حيث سجلت اليوم 12 وفاة و575 إصابة جديدة ومع إجراء ما يقارب 20 ألف فحص مخبري بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية اليوم قرابة 3% مقارنة مع 1.5% يوم أمس عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 472 حالة ووصل مجموع الحالات التراكمي النشطة إلى 6712 حالة